قد قالك قبل كده يعني تلات في ايه برنامج قبل كده ولا حتى ديشتر او تليفزيون وقالك قول ألو انت ما تقولش ما نفسكش ما تقولش ما نفسكش وفهم ايوة لو صمحت انا صمعت من ال لا اول ما يتكلم كمان تقول ايه ده مين ده لا صقا بزبط طب تقول ألو كده تتجربها يعني ألو ونقول ألو شمخنع برضو الألو بتاعثك شمخنع لو صمحت وقت تليفزيون وصمعنا من التليفون طيب أنا معي على الهاتف دلوقتي زمالنا الاعلامي زمالنا يا صادقنا أخونا الاعلامي الرائع الرائع المتقلق واحد من أهم الأخواني الرائعين في مصر وفي الوطن العربي زمال العزيز إبراهيم فاي إبراهيم منور الدنيا بدورك يا كريم خلينا أقول لك بس بعد أنا وشتي بيطلع قلوب دلوقتي لأن أنا اتنين من أكتر الناس اللي أنا بحبهم كريم رمزي له معزة كبيرة جدا جدا شخص دقود فأنا وبسوط يا كريم إن أنا موجود في برنامجك يا حبيبي وسعيد بكل نجاح بتحققه وسعيد بكل خطوة بتحققها أنت تستحق كل خير وتستحق كل مكان ومكان أنت موجود فيها كريم لأن أنت فعلا شغال بجراعك وشغال وأنت مركز كويس جدا جدا مركز في نفسك ومركز في حالك فربنا يوفقك ويكرمك ومبسوط طبعا لأن أنت معك حتى من قلبي واحد من أقرب النفس لقلبي بشكرك أبراهيم بشكرك الأول على الكلمتين حلوين دول وأنت هدفضل طويل وقت أخ غالي جدا وأنت عارف معزة كبيرة بنا أخليك يا رب بنا أخليك يا رب أعيز لبقى زيزو زيزو ده من أجمل حاجات اللي قابلتها في الرحلة وفي المشوار الحقيقة يعني أزي مش هقول إن أنا شهدت فيه مجروحة بس على طول الخط هو كان صاحب نقلة كبيرة جدا 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 في التحليل الحمد لله بفضل الله وسعيد بكل لحظة أنا بشتغل فيها مع عز الحقيقة وسعيد بكل نجاح هو بيحققه وهو بالمناسبة هو أهل لكل فرصة جات له وأهل لكل مكان هو يستحقها ويمكن حاول حاجة والله هي فرصة كريسة والله يا كريم أنا بشكرك جدا جدا لأننا ما بقدرش أقول الكلام نايمكن عندي في برنامج فكالعادة أنت شخص نقي وطيب جدا يعني إنك بتعمل ده في برنامجك وده إن كان بيدل على شيء بيدل على مدى سمو الأخلاق اللي عندك ومدى أفكارك أصلا حقيقية عن الإعلام اللي إحنا دايما من نتكلم فيها يمكن نس ما تعرفش إنه إنه كلنا كمجموعة يعني قراهبين جدا فسعيد إن أنت بديتني الفرصة إن أنا أتكلم عن عيز لأن أنا فعلا مبسوط لعيز عيز يستحق أكثر من كده بكتير وعيز عنده أكتر من كده بكتير جدا جدا بممناسبة عيز عنده أكتر من كده بكتير أنا عيز يشتغلنا مع بعض كتير أو في حاجات مختلفة عيز دايما توقعاته هي أكبر بكتير من المنطق يعني إيه يعني مثل نبقى عاملين شغل حلو قوي ومبسوطين أنا اللي بقى مبسوط وفرحان وشايف ردود فعلي الناس معقولة الحمد لله هو يجي يقول لي لا يا كريم بس كان فيه أحسن لا مش حل وأنا مش مبسوط أقول له يا ابني حرام عليك يا ابني بقى لاش كعابة مبسوط يا أخي يا أخي بقى لاش تبقى نجد إحنا عاملين حاجة يقول لي لا لا كان فيه أحسن أيوة أنا عايز دايما حاجة أنت في كنت الاتنين صفاتين مشتركتين مهمتين جدا على تكرة وهي دي اللي هتخليكو كمان وحتعرف الناس كتير فارق كبير جدا أنت كريم صحفي شاطر ومميز وصحفي معلومة ودي نقطة مهمة جدا جدا مصدر ثقة بالنسبة للناس كتير وعشان أنا في الشغلانة فعرف كويس أعز شي ميزة أنه محلل بصفة صحصية فبيعرف يدي للمشاهد أبواني وده يمكن فعدي كتير جدا جدا أن أنا أقدم الفكرة دي قابت بحلم بها طول عمري أنا كنت دايما طول الوقت أعود أفكر هو إزاي وإمت هنعرف نعمل النقلة ديت ونعرف تخلي الناس فعلا تتفرج على كرة بجد بشكر الظروف اللي ساعدتني أن أنا أجمع مع عزيزو في المكان واحد ونبتدي أنا دايما بقول عليه مشروع نبتدي مشروع واحد هو مشروع أنا في مهور التالتة وأننا نقرب الناس قوي 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 من الكرة ومن متعة الكرة ومن تفاصيلها وبالتالي نوصل للمرحلة دا الحمد لله اللي باحت فيها أراضي بشكل كبير عن النجاحات اللي حققها زميله والجنب واللي أنا مبسوط بيها جدا جدا والنهار دا وفخور بيها وبشوفها في الشارع بشكل كبير وعارف قد إن الناس مبسوطة بيها وحب أن هي تكبر أكتر من كده بكتير فأنا مش أخذ بالنقطة كتر من كده أنا متشكل منتو ديتوني أنا متشكل جدا لك أن دخلت معانا ومتشكل كمان جدا 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 وأعتقد دا مش أنا الواحد اللي بقول كده كل الناس بتقول كده على المحتوى المحترم اللي أنت قدمك طوال الفترات الماضية ولسه أكيدا عندك كتير أنا عرف أنت كمان شخص ما بتزهقش ما بتملش ما بتكسلش وطول الوقت عندك شغلة عظيم جدا فأنا بشكرك شكرا جزيلا بنابعا نجيل كله يعني طول ما أنت بتنجح ونجاحك كبير فأجيل كله كسبان يعني فأنا بشكرك شكرا جزيلا أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا كريم وبالتوفيق واستمت عليكه دايما يا ربي خليك أبراهيم يا ربي خليك أبراهيم يا ربي خليك أبراهيم جدا جميل هو أبراهيم آه لا والنهاردة كمان بعتلو على الإنستجرام شوفتلو ستوري كده الرجل اللي بيلعب جيم آه طول الوقت ده لقيته بقى نازل على زحليقة كده فكنات جملة انت لو قت كده زي بقى تعالي بقى التالي أنا ما عرفوش أنا دي أعرفها أنا دي أعرفها أنا دي زحلقة طيب شكرا